موسيقى من حلب الصمود حلب الانتصار موجز أخبار السابع مساء أهلا بكم أكد الرئيس بشار الأسد أن كل الدول الغربية والأقليمية تعتمد على تركيا في تنفيذ مشروعها التخريبي والتدميري في سوريا ودعم الإرهابيين وفي مقابلة مع صحيفة الوطن السورية قال الرئيس الأسد إن فشل هذه الدول في معركة حلب يعني تحول مجرى الحرب في كل سوريا وسقوط المشروع الخارجية وأضاف الرئيس الأسد أن البنية الاجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاء لأن الأمور اتضحت بالنسبة له وبات يميز بين التعصب والتدين وبين الطائفية والتدين قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن دول الخليج لا تملك قرارها وتفتقر إلى أدنى نوع الاستراتيجية السياسية المستقلة وأضاف المصدر تعقيبا على البيان الصادر عن القمة الخليجية البريطانية والمواقف أن الجمهورية العربية السورية تؤكد ما يعرفه القاصي والداني أن دول الخليج لا تملك قرارها وتفتقر إلى أدنى نوع من الاستراتيجية السياسية المستقلة ولا تعرف إلى أن تكون مجرد أدوات تنفق من أموال شعوبها للتآمر على سوريا قال مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام إن دعوات بعض الدول لوقف العمليات القتالية في حلب تحت ذرائع إنسانية تهدف فقط لإعادة ظنظيم الإرهابيين وتسليحهم وتقويتهم بدوره أكد نائب وزير الخارجي الروسي سيرجيري أبكوف أن هناك تبادل وثائق مكثف بين موسكو وواشنطن حول حلب لكن دون التواصل إلى اتفاق نهائي وأعرب عن أمله في التواصل إلى اتفاق ثابت بهذا الشأن ووصف ريابكوف تهديدات واشنطن وعواصم غربية أخرى بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بأنها تنم عن العجز السياسي الذي تعاني منه تلك العواصم وفي خبرنا الأخير عرب وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن دعمه للمبادرة التي تقدم بها نظيره الأمريكي جون كيري حول حلب في الثاني من الشهر الجاري قبل أن يتراجع عنها لاحقا وردا عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا تؤيد المقترحات الخاصة بإعلان تهديات في حلب قال لافروف في مستهل اجتماعه مع كيري في مدينة هامبورغ الألمانيكا وأكدوا الدعم للمبادرة الأمريكية كان هذا كل ما لدينا من أخبار قدمناه لكم من حلب الشهباء إلى اللقاء